اهلا بكم مرة تانية على انت عارف وفيديو جديد او حلقة جديدة من سلسلة جديدة وهي خمسة سياحة في السلسلة دي هنتكلم عن الاماكن الاسارية او السياحية اللي ممكن تزورها في مصر بكل بساطة وسهولة وكمان اعرفكم على اماكن ممكن ما تكونوا سمحتوا اناها قبل كده فا لو عايزين تعرفوا الاماكن دي كملوا معايا الفيديو للاخر والنهاردة هنتكلم عن اسرع عائشة فاهمي فا يلا بينا نبدأ اسرع عائشة فاهمي ليه قصة وحكاية زي باقي الاماكن الاسارية او السياحية في مصر والقصة دي ليه علاقة بالعلاقات الغرامية بين اهل الشر ونساء الغرب وبتبتدي الحكاية بتاعتنا بعلي باشة فاهمي لما وقع في غرام بنت سواق فرنسي تدعى مارجريت ميلر واللي خطفت قلبه من اول نظرة واللي ما يعرفش مين علي باشة فاهمي ده فهو ابن كبير يورون الملك فؤين وطبعا عالبي فاهمي بعد ما وايع في غرامها نسي انه وريس فاهمي باشة وانه ابن اكابر وكمان نسي الافدنة اللي هيورسها من بابا بعد ما يموت ونسي كل حاجة ورمى كل ده وراه وترك اسره واللي تصمم على التراز الملكي واللي بيشبه بالزبط الاسر الملكي اللي موجود في غرب باريس واللي صممه سنة 1907 المهندس الايطالي انتونيو لاشاك وكلفه في الوقت ده الاف الجنيهات المصرية واللي طبعا كانت بتساوي في الوقت ده فلوس كتيرة جدا واخد بعضه وسافر وراها لباريس ولكن غيرت الراجل الشرقي واصوله وتربيته اللي كانت دايما ملازماه ما خلتهش يتحمل طريقة حياتها وبدأت الخلافات ما بينهم وانتهت الخلافات دي بوقوع وقتيل بتلت رصاصات من مسدس زوجته الفرنسية ولما القضية راحت للقاضي القاضي تعاطف مع زوجته الفرنسية بحجة ان الرجال الشرقيين ضيقين الافوك وحصلت زوجته على البروقة ومن هنا بدأت قصة القصر وتنقلت ملكية القصر وقتها لأشقاء علي باشا فاهمي فقامت عائشة فاهمي واللي هي أخت علي باشا فاهمي بشراء نصيب إخواتها في القصر عشان القصر يفضل لها ولو ما تعرفوش فهي كانت متزوجة من يوسف بيك واحدي وطبعا بعد ثورة يوليو اتأمم القصر ومر بمراحل كتير جدا انتهت بيه لأنه أصبح متحف للفنون التشكيلية يلا بينا بقى أخذكو جاولة جوا القصر وعرفكو بالزبط هو بيتكون من ايه القصر بيتطل مباشرة على نهر النيل وموجود في منطقة الزمالك وبيتكون القصر ده من طبقين في مدخله ساحة واسحة جدا على النيل وبيحتوي الطبق الأول على ست غرف وردها في المنتصف وموجود في الردها دي تمثالين تمثال اسمه تمثال المفكر وبتتزين جدران القصر ده بألوانها الفريدة واللي موجود عليها عدة لوحات أهمها لوحة عزفة القصارة ولوحة الأطفال في حالة رعب من الكلب وعدد من اللوحات الأخرى الفنانين أجانب وفيه غرفة على الشمال اسمها الغرفة الشتوية وفيه غرفة البلياردو ودي بتحمل الطابع الأسري وكمان بتزينها الدفيات التراثية فلما بتدخل القصر ماينفعش ان انت تسيب لحظة واحدة من غير ما تستمتع بجمال القصر وخاصة السقف بتاع القصر فالقصر مصمم بألوان غاية في الروعة وهتلاقي في المنتصف بالزبط نافذة موجود فيها لوحة زجاجية مليانة ألوان بأشكال مختلفة وهتاخد بالك منها وهتشوفها كويس وانت طالع للطابق الثاني على السلم واللوحة دي قبرة عن أربع سيدات وبيظهر جمال اللوحة وروعتها لما الشمس بتيجي عليها أما في الطابق الثاني فهتلاقي أول حاجة قبلك هي الغرفة اليابانية واللي أهداها السفير الياباني لعائشة فهمي وهتلاقي فيها تماثيل في كل زاوية والتماثيل فيها متلونة باللون الدهبي واللي بيزيد القودة جمال وهتلاقي في القودة عبارات مكتوبة باللغة اليابانية وتقدر في أصر عائشة فهمي تتصور زي ما انت عايز وتاخد كمان صور تسكرية بس أهم حاجة ما تشغلش الفلاش هناك وطبعا عشان نحافظ على جمال الألوان ورونة الأصر وعلى اليمين في الدور الثاني هنلاقي غرفة ملابس عائشة فهمي واللي كانت بتستخدمها عشان تحط فيها الملابس بتاعتها والزينة كمان وهتلاقي غرفة الحمامات الغرفة اللي موجود فيها سخان كان بيشتغل بالغاز الطبيعي وطبعا ده بيدل على مدى رفاهية عائشة فهمي في الوقت ده لأن كان من الصعب جدا في الوقت ده دخول الغاز لأي بيت أما بقى أسعار دخول قصر عائشة فهمي فاللي عرفوا أن دخول القصر مجانا ما عرفش إذا كان حصل تحديثات ولا لا وموعيد زيارة القصر بتبتدي من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 9 بالليل كل يوم معادة يوم الجمهة أما عنوان القصر فموجود في حي الزمالك شارع 26 يوليو جوار منزل كبري 15 مايو أمام فندق ماريوت في القاهرة طبعا ولو أنت عايز تروح القصر عن طريق المترو فأول حاجة لازم تعملها أن تنزل محطة جمال عبد الناصر في منطقة الإسعاف ومنها هتاخد أي أوتوبيس رايح لمنطقة اسمها أبو الفداء وبعد كده هتمشي حبة صغيرين هتلاقي القصر قدامك أما بقى عن الإرشادات الخاصة بزيارة القصر فبيمنع في القصر المأكلات والمشروبات وعند التقاط الصور ما تقومش زي ما قتلك بتفعيل الفلاش عشان تحفظ على المكان وتقدر تاخد الصور بكل هدوء فأي مكان في القصر بس في صمت وهدوء ولازم تتابع صفحة قصر عائشة فاهمي لأن وزارة الثقافة دايما بتقيم هناك معارض كل فترة فلو انت من عشاء الأماكن السياحية أو الأماكن الأسارية وبتحب تزورها أو انت جاي مصر قريب وعايز تعرف الأماكن السياحية اللي ممكن تزورها في مصر بكل بساطة وتقدر توصل لها بكل سهولة فاتبع السلسلة دي من الفيديوهات وبكده نكون خلصنا الفيديو ما تنساش لو عجبك الفيديو لايك اشترك في القناة وفعل جرس الإشعارات عشان أول ننازل فيديو جديد وصالوكم بسرعة وتشوفوه على طول شير مع أصحابكم المهتمين بالفيديوهات دي وصبونا تعليق برأيكم الفيديو النهاردة عجبكم ولا لأ وسلام